مرحبا بكم مع امولا حبيت نبارتاجي معاكم اليوم تبيق مملاحات باشكال مختلفة عجينة واحدة من غير حليب من غير زبدة حاجة روعة الحشو زده كيف كيف شو نعطيكم انا شو اخترت عجينة هشوشة وتنجمو طعملو الاشكال اللي تحبو عليها انتوما في المملاحات نمشو مع بعضنا نشوفو الطريقات متاع العجينة اولا اخذت صلادي 100 مليلتر حليب سمحوني استعملنا الماء يكون دافي ساشي خميرة متاع الخبز شوية كليلو زعتر بيض متاع البيضة الاسفر حتيتو دوكوتيم غرفة سكر ثلاثة اربعة مغرفة كبار زيت زيتونة حتيت هوني حبيت نفوح العجينة متاعي شوية معناها سمسم سينوج وكلامت بالفارينة مع رشة ملح هوني دهنتي دي هكا شوية بالزيت وحتيتها هوني تقريبا اربعة اخمسة دراج باش ترتاح العج نعجنوها شوية ونخليوة هي بتبعتها باش تكون معناها رتبة العجينة شكلت هيكا كعبيرات بعد مرتحت معناها العجينة بتاعي اربعة دراج احنا من طمبيغات يوم بتاع الكوجينة الشكل لول هوني على شكل كواسان كيما قاعدين نشوفو شكل دائري ونبعض انقصو بالشكل هذية انبعد باش نعمل زيدا شكل اخر معناها كعبيرات هيكا صغار باش انا نحشيهم لحقيقة بالفخماش تاخذوا اي نوع بتاع الموزاريلا ولا فخماش تحبوا عليه هوني زيدا كعبيرات تجمو تقيسوا ور يكون لقياس قد قد انا هاوكا عناية ميزاني كيما قاعدين تشوفو في الفيديو سيغطوا العجينة ما نحكيكم اش حاجة روعة ويعني يتنجمو تستحقوها البرشة حاجات هوني كعبات البيتزا زيدا كيف كيف بكيسة تاي حاليت هكا وكل حاتيت هوني زيدا كيف كيف بش نحليم هكا حبيزات هكا دوكو تاي بش نرجع لطباق متاعي بش نحط يعني الكل هكا بش نخليه يرتاح تقريبا اربعة ساعة اه بالباهي بش معناها مبعد تعطينا كل المع رجعت هوني عندي اصفر الاصفر هذيك رابيذ استعملناه في العجينة والاصفر هوني مع شوية ماناها خل ندهن بالشكل هذيك كما قاعدين تشوفو حبيتنا عملك خبيزات متاع ساندويتش حاتيت هوني على البا معناه اللي حاتينا فيه الفخوماج وكل شوية جلجلين هوني حاتيت شوية سينوجة جلجلين ابيض ومقلي كيف كيف للحاشو هوني عملت طن فرماج تجمو تخترو اللي تحبوا عليه انتوما جنبان الجيج اللي تحبوا انتوما المهم شوية رجالكم انتوما قاعد نحل هيكا بعد ما خليت تبيعها الكعيبات متاعي يرتاحوا مهم برشا يرتاحوا ما نحطوهم شو هما سخان هوني يشوفو قديش هشوش وخفيف يعني الخبز متاعنا انا طيبته على مية وثمانين درجة اه خمسة وعشرين دقيقة بالضبط على مية وثمانين درجة الفور يزم يكون سخون ما نقبل والعجينة ازما ترتاح المرة الاولى وترتاح المرة الثانية نعجنوها شوية مش برشا يعني متاخوش برشا وقت بيش تتعجن لمدو هيك شوية نعجنو لمدو انا استعملت تقريبا وانتوما تحطو شوية بالفارينة وبتبعت الحال اه اتبعو بشوية دونك هوني كملت تحشيت هوني طومات اه شوية اه خاص نجمو تحطو زيتون تحطو ستم شوية تحطو جنبان ايلي تحبو انتوما يعني بعد شوية رجالكم المهم انا حبيت مبتاجي معاكم التبايق هذي اه ديزي دي ولا فكرة باش انتوما الاشكال المختلفة هذي البامب حتيت فيه له فخماج شوفو هكي البنة والروعة يعني حبيت هيك تبايقت نجمو طعم لبعجينة واحدة اه معناها بتلث 250 جرام فارينة نعم لو تبيق ما شاء الله اشكال مختلفة من علش قضيش من كعبة الحقيقة ما حسبتش انا ديما بالبركة نقولينا ما نحسبش الحقيقة لكن ما شاء الله بلاتو خير وبركة ربي فضلكم الناس الكل شكرا من كل قلبي للناس يقعد اتجرب في اي وصفة اينا نزلها ويرجوا يكتبوا التعليق ربي فضلكم الناس الكل هذي كان الحاجة اللي تخليني ديما نواصل لمبارتاجي معاكم فيديواتي ديما كيتجربوا ترجعوا تكتبوا حاجة تشجعني باش نكون ديما متواجدوا مع معاكم في كل مرة بنا جديدا نحبكم برشا نسكل ديما شاجعوني على قناتي على اليوتوب ولا حسيبيا على تيك توك كيف كيف على الفيسبوك ولا زد الانستغرام كان عندكم انستغرام نحبكم برشا في امان الله